موسيقى موسيقى تحية لجميع المتتبعين وجميع الإخوة المشاهدين معكم حسين العدشان فاعل جمعوي رئيس جمعيات الفضاء العمومي والشباب المواطن بمراكوش وفاعل بمجموعة من المنتديات الجمعوية والحقوقية بمدينة مراكوش كذلك الحديث والموضوع الذي يفرض نفسه كثيرا حاليا بمراكوش هو جمع الفنان جمع الفنان ساحة جمع الفنان والأنشطة التي ترتكز عليها جمع الفنان وتطعسها الإشعاع والبعد التقافي والحضاري وصرفها العالمية منها تتكلمون على جمع الفنان والمغرب تتكلمون على مراكوش والمغرب يدافع من المراكوش مراكوش تتكلمون على مراكوش الاستمام بلان من نتحدث عن جمع الفنان جمع الفنان هي صين ومدينة مراكوش جمع الفناء الموروط التقافي الحلقة الأنشطة الشفاهية الموروط التراثي اللي كيم جمع الفناء إذن بداية الجائحة ومع بداية الطوارئ الصحية كان انضباط لهذا الطوارئ والتدابير اللي هي لخدمة الجانب الصحي اللي تهمحنا معاه قلبا وقلبا إذن توقفت الأنشطة الشفاهية والأنشطة التراثية بجمع الفناء اللي خلفت واحد القطيعة إذن هذه القطيعة أعطت واحد المجموعة من الأنشطة التقفات والرواد من حوات حكواتيين ناس دول الفرجة والإمتاع إلى آخره الناس أصبحوا بدون عمل أصبحوا بدون مدخول خلفت هذه القطيعة خلفت أزمة اقتصادية عند الناس وأزمة اجتماعية أرخات بالطلال على محيط للناس هذا إشكال يمكن أن يحلوه يعني العدد منهم ليس عدد كبير تضافر الجهود وتدخل السلطات للولائية ولا الناس التعمل الاجتماعي وقامت مجموعة من الهيئات والجمعيات بتعمل هذه الناس ولكن هذا شيء لا يكفي بتاتان مجموعة من الناس لم يكن من حتى الساعة يبقى عندهم إشكال ندخل الجانب الأخر الجانب الحضاري الذي نهضره عليه من نهضره على جامع الفناء نهضره على واحد واحد المولود اللي اعترفت به اليونسكو كطرات شفاهي عالمي إذا اعترفت اليونسكو بأنها تطرات إنساني دي الجميع ليس غير المراكشين أو دي المغربة هو دي العالم ولكن أجدرنا باش نحفظوا عليه لابا حاليا نقينا قطعة هاد الناس هادو حاليا مشاو شي قلس تتسنا شي مشا خدم خدمة أخرى ها هناك من يشتغل بالأمن الخاص شي يشتغل في البستانة هنا ولد قطعة باش أولا باش ولد عندنا جامع الفناء ولد عندنا الرصيد هو تراكم المجموعة من الأحقيبة والأزمينة اللي اعطانا هاد هاد الشكل وتقول قويتسيلو اللي الأديب الإسباني اللي غارسيا قويتسيلو اللي ناضل من أجل باش تكون جامع الفناء مولود وتكون بإنا هاد المولود التقافي الإنسان اللي تعترف به اليونيسكو تقول بإنا يستحيق أن نصنع جامع الفناء بقرار إداري ها ولكن يمكن محوها بقرار إداري نقدروا لمحيوها ولكن باش نصنعوا بقرار إداري ما يمكن هناك تجارب بحل ساحة الهزيمة من الناس اللي حاولوا كذلك ساحة يعني تحاكي ساحة جامع الفناء ولكن ما تتفقوا شيء كذلك بفاس هنا هنا تبقى تبقى الإشكال وتبقى المسألة عند المسؤولين القرى عند المسؤولين أجدال الجامع الفناء المسؤولين تبقى المنتخبين في المجالس المنتخبة المراكوش مجلس الجهة مجلس الجماعي ثم مجلس المقاطعة أجدال الجامع الفناء وأجدال هذا المولود كذلك الكرة عند وزارة الاتصال عند القطب الإعلامي عند وزارة السياحة وعند وزارة السياحة الكتب الوطني للسياحة إذا هذه الجامع الفناء هي لخدمة السياحة ولتسويق الصورة الحضارية للمراكوش ولكن أجدال نفكر أولا دعم اقتصادي ومدل هذه الناس رقم واحد رقم جوج ما تكون قطيعة لماذا هذه الجامعة الفناء وكما استمرها كل شيء يكون عن بعد نفكر 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 لماذا تكون جامعة عن بعد ويبدأوا ويبدأوا حلقات وحلقات في أحد القنوات القطب العمومي لكي لا تكون قطيعة لكي نفكر لكي نجمع هذه الناس لكي نجمع هذه القضية صعبة هذه الناس لكي تلفي لكي يرجع حلقات لا يبقى لأن نفكر لأن تنكر الجميع لهذه الحلقة والرواد للحرجة تنكر لهم جميع ويبدأ إذا نحن نسائل أنفسنا أولا ما أعطتنا الكثير واليوم الذي جمعتنا في المحنة ما أعطيتنا ما أعطيتنا إذا ضرورة تكاتف الجهود ونطرح المثقف لديه دور كبير أساس موضوع موضوع جمع الفنا وموضوع هذا الرافض الحضاري القوي بالمغرب يجب أن يطرح فيه نقاش جيد ويكون نقاش حالها على أرض الواقع إذا هذا فيما يخص جمع الفنا حالها حال مدينة مركوش ككل التي تعيش حاليا في ظروف صعبة جدا نتيجة الاقتصاد لا نقول وحيد أو أحادي ولكن الاقتصاد يعتمد المجمل على السياحة وفي انتظار تكون حلول جادة وتدخل أطراف المسؤولة وعندها نصيب من المسؤولية نشكركم ونشكر الجميع وتحية لكم